أهلاً وسهلاً بكم مع أعزائي الطلاب والطالبات اليوم معنا في إكمال الدرس الثالث درس الخامس من دروس الفصل الثامن في الحلقة الثانية تكلمنا في الدرس السابق عن قانون جيوب التمام وعرفنا كيف نوظف هذا القانون في حل المثلثات بمعلومية ظلعين وزاوية محصورة بينهما فإذا عطيتك أنا ظلعين وزاوية المحصورة بينهما هنا ما أقدر أستخدم قانون الجيوب فبالتالي أضطر أني أستخدم قانون جيوب التمام وذكرنا أنه دائماً قانون جيوب التمام يفضل أن نستخدمه فيه الزاوية الكبيرة فيه المثلث عشان تكون أضمن لي لأن القانون جيوب التمام يطلع لي الزاوية سواء كانت في الربع الأول أو في الربع الثاني دائماً يطلع لي قانون جيوب التمام بينما قانون الجيوب لا يطلع لي الزاوية إلا في الربع الأول فدائماً لما نجي تعامل مع أكبر زاوية في المثلث فدائماً يفضل أني أستخدم قانون جيوب التمام خلونا نكمل معاً هذا الدرس بس نتذكر وش أخذنا في الدرس السابق طبعاً أخذنا أني إذا أعطيتك ظلعين وزاوية محصورة بينهما فإحنا نستخدم قانون جيب واليوم إن شاء الله راح نشوف أني أعطيك أطوال الأضلاع الثلاثة كلها أطوال الأضلاع الثلاثة كلها وبالتالي أنت تبغى تتجيب لي اللي هو الزوايا الثلاثة يعني علي الأضلاع وعليك الزوايا فبالتالي ثلاثة علينا وثلاثة عليك هذا أرض يعني هذا التالي إن شاء الله راح نشوف كيف نحن نوجدها ونترك للدرس القادم اللي هو استعمال قانون جيوب التمام اللي هو إن شاء الله بيشوف في حل مثل مثال الغواصة اللي يتكلمنا عنه أيضاً في الدرس السابق ذكرنا أنه دائماً نستخدم قانون جيب التمام في حالتين حالة الـ SAS إذا أعطيتك ظلعين وزاوية محصورة أو أعطيتك الأضلاع الثلاثة طبعاً نحن في الدرس السابق أخذنا هذه الحالة وانتهينا منها اليوم إن شاء الله راح نركز على هذه الحالة وبإذن الله ننتهي منها وتكون حالة بسيطة أيضاً راح نطبق فيها نفس القانون اللي تعلمناه في الدرس السابق وقلنا أنه إذا تذكرون قانون جيب التمام هو توسع لنظرية في ثغرس فنظرية في ثغرس كانت تكون A تربيع تساوي B تربيع زائداً C تربيع بهذا الشكل بشرط أن A تساوي 90 درجة طبعاً هذا بالنسبة لنظرية في ثغرس ولكن لو أنت أضفت الآن 2B C في كوساين A مثل ما إحنا سوينا وكانت A تساوي 90 درجة فإن كوساين 90 كم يساوي؟ كوساين 90 حيساوي صفر هذا حيساوي صفر ولما تضرب أي شيء في صفر فهذا الحد كله يروح ويبقى لك نظرية في ثغرس فبالتالي النظرية في ثغرس هي أيضاً ممكن تطبقها على قانون جيب التمام فهي ممكن استخدامها بهذه الحالة اليوم أنا أعطيك الظلع A وبعطيك الظلع C وبعطيك الظلع B وأبغاك تجيب لي الزوايا الثلاثة اللي هي الزاوية A و B و C فإذا كان مطلوب إذا أعطيتك أنا الأضلاع الثلاثة وبغيت منك الزاوية A فتستخدم هذا القانون وإذا بغيت منك الزاوية B تستخدم هذا القانون وإذا بغيت منك الزاوية c تستخدم هذا القرار كيف؟ لنفترض أني أنا طلبت منك الزاوية b فتقول b تربيع تحط الحالة وبالتالي تقول a تربيع زائدا c تربيع ناقصا 2 a c كوسين b بهذا الشكل طبعا في قانون آخر ممكن نحن نستخدمه اللي هو اللي يطلع للزاوية على طول فعشان أطلع كوسين b ممكن أنا أنقل اللي هو هذين المقدارين للجهة الأخرى فبالتالي يصير عندك b تربيع ناقصا a تربيع ناقصا c تربيع تساوي سالب 2 a c في كوسين الزاوية b طيب أنا وش أبغى الحين؟ أنا أبغى كوسين b أو أبغى b في الأخير فأنا أبغى أتخلص من السالب 2 a c أقسم الطرفين على سالب 2 a c بهذا الشكل أقسم هنا على سالب 2 a c وأقسم هنا على سالب 2 a c فهذه تروح مع هذه وبالتالي سنحصل على القانون التالي يعني أقول كوسين b يساوي b تربيع ناقصا شوفوا هو الحالة موجب b يعني زاويته b خلاص أبغى الضلع b يكون موجب وهنا أطرح a تربيع ناقصا c تربيع على سالب 2 a c بهذا الشكل وكذا ممكن أنا أطلع اللي هو الزاوية b طيب لو كنت أبغى الزاوية a وش بقول؟ بقول كوسين a وش يساوي؟ ها ال a هو اللي بيصير موجب والb والc سالبات على سالب 2 b c بهذا الشكل فبالتالي ممكن أنا أطلع على أي زاوية أنا أبغاها فيه وأوجد الزاوية بشكل مباشر طبعا هذه باستخدام قانون جيب التمام طبعا أنت عشان تجيب الزاوية بها حتستخدم اللي هو الكوسين انبرس أو معكوس الكوسين لهذا المقدار أو أنك طبق القانون وحسب يعني حل المعادلة بشكل اعتيادي طبعا دائما أيها الأخوة الكرام لا بد أن نستخدم هذا القانون في إيجاد قياس الزاوية الكبرى طالب أنك تستخدم قانون جيب التمام فاستخدمه في الزاوية الكبرى يعني أنت عبان وتستخدم هذا القانون استخدمه في قياس الزاوية الكبرى وإن كان يصلح لأي زاوية موجودة ولكن دائما يفضل أنك تستخدمه في الزاوية الكبرى يمكن الزوايا الصغيرة أسهل أنك تستخدم فيها قانون الجيب أو قانون جيب التمام لك الحرية في ذلك خلونا نشوف المثال رقم 2 حل المثلث بمعلومية أطوال أضلاع الثلاثة مقرب أن إلى أقرب درجة بهذا الشكل طبعا مطلوب مني أني أجيب الأطوال الثلاثة أولخص الأطوال الثلاثة عندك الضلع A هو 16 الضلع B يساوي 9 عفوا هنا أضلاع الضلع A 16 والضلع B يساوي 9 والضلع C يساوي 10 فأين أكبر زاوية موجودة هذه أكبر زاوية موجودة وهي الزاوية A لأنها تقابل أطوال الضلع فأنا أول شيء أجيب قياس الزاوية A وبعد ذلك أجيب قياس الزاوية B وبعد ذلك أجيب يعني هذه الثنتين الباقيات ليس مهم بالنسبة للترتيب الآن أطبق قانون جيب التمام أقول كوساين الزاوية A وما يساوي قلنا أنه يساوي A تربية ناقصاً B تربية ناقصاً C تربية على سالب 2B C وبالتالي الزاوية A ستكون عبارة عن كوساين أمبيرس ونفتح الحين قوس يلا A تربية بقوص 16 تربية ناقصاً 9 تربية ناقصاً 10 تربية على سالب 2 في 9 في 10 بهذا الشكل وأحسبها بالألحاس وبطقة واحدة يعني ما يبيلها نقول شفت كوساين ونفتح كسر 16 تربيع ناقصاً 9 تربيع ناقصاً 10 تربيع على سالب 2 ضرب 9 ضرب 10 بهذا الشكل وأقفل القوس وأقول بسم الله وعلى بركة الله شوفوا الزاوية 1 طلعت معي 114 درجة فاصلة كم؟ فاصلة 6 يعني تقريباً نقول إنها تساوي 115 درجة 115 درجة أفضل الزاوية A هاي هاي 115 درجة العام ممكن نجيب الزاوية B طبعاً الزاوية B العام ممكن تجيبها بقانون الجيب وبقانون جيب التمام لك الحرية ما رأيكم نجيبها بالطريقتين ونتختار بعدين يعني لو قلنا هنا الزاوية B هتصير هي كوساين انفرس لماذا؟ نقول B تربيع ناقصاً A تربيع ناقصاً C تربيع على سالب 2 A C إن شاء الله تكونوا حفظتوا القانون معي يلا نقول كوساين انفرس لي الB تربيع اللي هي كم؟ 9 تربيع ناقصاً 16 تربيع ناقصاً 10 تربيع على سالب 2 في 16 في 10 بهذا الشكل نطبقها الحين بالألة الحاسبة نقول Shift كوساين نفتح 9 تربيع ناقصاً 16 تربيع ناقصاً 10 تربيع على سالب 2 ضرب 16 ضرب 10 واطلع بره وقفل القوس حيطلع معي الجواب كم؟ حيطلع معي الجواب 30.75 يعني تقريباً نقول 31 درجة تقريباً هنقول إنه 31 درجة بهذه الصورة نقول هنا جواب 31 درجة بهذا الشكل إنه واحد يحب يستخدم قانون الجيب لا يوجد مشكلة بتقول والله ساين 115 على 16 يساوي ساين الواحد وثلاثين نحن لم نكن نعرف الواحد وثلاثين صحيح نقول ساين البي على الضرع بي لهو 9 وطبق القانون نفس اللي احنا اخذناه في السابق فتقول بي تساوي ساين انفس وتشتغل عليها بنفس الطريقة السابقة يعني ما راح نضيع الوقت في يعني شي درسناه سابقا ولكن حيطلها معنا نفس الناتج خلاص الآن بالنسبة للزاوية السي حيصير الناتج 180 ناقصا عندنا 115 زائدا الواحد وثلاثين وبالتالي 115 وواحد وثلاثين هذه عبارة عن 146 180 ناقص 140 حتصير 40 وناقص 6 حتصير 34 درجة 34 درجة بهذه وبهذا الشكل وبالتالي نكون نحن حلينا هذا المثلث ان شاء الله يصير واضح وبسيط للجميع ناخذ فقرة تحقق من فهمك بنفس الطريقة ونفس الأسلوب أعطاني أطوال الأظلاء قال لك الظلع A5 والظلع B11 والظلع C8 وين الظلع الكبير أو وين الزاوية الكبيرة الزاوية الكبيرة والله هي B صح ولا لا فأنا أول شيء أجيب قياس الزاوية الكبرى اللي هي الزاوية B وبعدين أجيب أي وحدة فيهم فأبدأ مثلا بالA ثم C لك الحرية لكن دائما أبدأ بالزاوية الكبرى فبقول أن الزاوية B تساوي Cosine Inverse وأفتح Cos راح أقول B تربيع ناقص A تربيع ناقص C تربيع على سالب 2 A C وبالتالي يصبح Cosine Inverse ل B تربيع 11 تربيع ناقص 5 تربيع ناقص 8 تربيع سالب 2 في 5 في 8 بهذا الشكل ونقص وقفل ونسمي باسم الله ناقص 5 تربيع ناقص 8 تربيع على سالب 2 ضرب 5 ضرب 8 بهذا الشكل وقفل القوس ونسمي باسم الله طلعت معنا الزاوية التي تساوي 113.57 يمكن أن نقربها إلى أقرب عدد صحيح تصبح 114 114 درجة 114 درجة تقريبا بهذا الشكل الآن لو بغيت تجيب الزاوية A وش تحبه نستخدم قانون الجيب ولا جيب التمام لكل حرية نقدر نستخدم قانون الجيب ونقدر نستخدم قانون جيب التمام فإحنا ممكن نقول الآن أن الزاوية A تساوي Cosine Inverse ونفتح قوس يعني خلنا على طول نقول يساوي الناتج هنا يساوي Cosine Inverse ونفتح القوس ونضع A تربيع اللي هي 5 تربيع هي اللي بتصير بالموجب أما B و C يصيرون بالسالب سالب 11 تربيع سالب 8 تربيع وسالب 2 في 11 في 8 بهذا الشكل ونستخدم طبعا اللي هو الآلة الحاسية ونفتح كسر نقول 11 أفوا هنا صارنا 5 تربيع شفت Cosine نفتح قوس وكسر نقول 5 تربيع الآن ناقصا 11 تربيع ناقصا 8 تربيع على سالب 2 سالب 2 ضرب 11 ضرب 8 بهذا الشكل وأقفل القوس والناتج سيطلع كم سيطلع 24.61 يعني تقريبا 25 تقريبا 25 درجة طبعا قد أحد يستخدم قانون الجاي بيطلع الناتج ما هو 25 يطلع 24 معه مثلا لأننا نقرر بالزوايا فلما نقرر بالزوايا بالتقريبات المختلفة تختلف الزاوية شوية بس يعني هي 25 يطلع لك مثلا 37 ولا رقم كبير لا يصير الفرق يعني درجة ولا درجتهم بالكثير نحن نحسب بقياس الزاوية بالتالي نقول نحن الآن 180 درجة ناقصا 180 درجة ناقصا 114 زائدا 25 درجة بهذا الشكل فأنا بشيل من 180 180 80 وشيل 30 70 وشيل 9 تصير 61 دائما يعني أنت في عملية الطرح ممكن أن تجزع عملية الطرح يعني لازم تطرحها مرة واحدة يعني مثلا عندك 180 ناقص مجموعة زوايا أطرح المئة أولا أطرح 10 أطرح 20 أطرح يعني بدأ بالمئات ثم العشرات ثم الأحد حتى تصل إلى الناتج النهائي وهذه من المهارات يعني جيدة أن الطالب يستخدمها ممكن أن الطالب يستخدم الآلة الحاسبة بسعادة نحاول نتزاعل شوية مع الآلة الحاسبة لأنه عند الأختبارات قدرات واختبارات تحصيلي فما فيها آلة حاسبة فالزاوية هنا ستكون كم قلنا 61 درجة بهذا الشكل بذلك أيها الأخوة الكرام والأخوات يعني نصل في نهاية المطاف إلى هذا المفهوم المهم جدا اللي هو ماذا أستخدم ماذا أستخدم في أي من الحالات التالية إذا أطيتك زاويتين وظلع فأنت هنا راح تستخدم قانون الجيب أول شيء بتجيب الزاوية الثالثة من خلال مجموعة زوايا المثلث وبعدين تستخدم قانون الجيب وإذا أطيتك ظلعين وزاوية مقابلة لأحدهما نستخدم قانون الجيوب وتطلع لنا أما ليس لها حل أو لها حل واحد أو لها حلين الحالات اللي احنا تكلمنا عنها في الدرس السابق إذا أطيتك ظلعين وزاوية محصورة تستخدم قانون جيب التمام ما عندنا لقانون جيب التمام اللي تكلمنا عنه في الحلقة السابقة وإذا أطيتك الأطوال الأضراع الثلاثة فتستخدم قانون جيب التمام ونبدأ بأي زاوية نبدأ بالزاوية الكبيرة أهم شيء الكبيرة هذه لازم أنا أعرفها قبل ما أبدأ أشتغل على الزوايا الصغيرة فبالتالي أبدأ بالزاوية الكبيرة وبالتالي أستخرج بقية الزوايا خلونا أيها الأخو الكرام يعني نشوف نحل بعض الأسئلة من أسئلة التحقق من فهمك والاختبار التحصيل السؤال الثلاثة قالك حل كل مثلث من ما ياتي مقربا أطوال الأضراع إلى أقرب جزء من عشرة وقياسات الزوايا مقربا إلى أقرب درجة اللخص المعطيات أعطاك الظلع A خمسة والظلع B ثمانية والظلع C ثمانعشر وبالتالي الظلع A الآن أجيب الزوايا فأكبر زاوية عندي هي الزاوية C أبغى أجيبها في الأول عشان أرتاح منها ويبقى لي عاد بعدين الزوايا نحب أن نجيب B أول ثم بعدين نجيب A لكل حرية يعني في ترتيب الزاويتين الأخريتين الآن أقول أن الزاوية C تساوي cos inverse وتفتح كسر سنقول C تربيع ناقصا A تربيع ناقصا B تربيع على سالب 2 A B بهذا الشكل وبالتالي أقول cos inverse وأفتح كسر C تربيع اللي هي كم 12 تربيع ناقصا 5 تربيع ناقصا 8 تربيع على سالب 2 في 5 في 8 بهذا الشكل ونطبق الاستخدام الآلة الحاسبة الآن نصفرها ونأخذ cos ونفتح الكسر ونقول 18 تربيع ناقصا 5 تربيع ناقصا ناقصا 5 تربيع ناقصا 8 تربيع على سالب 2 ضرب 5 ضرب 8 وقفل القص بهذا الشكل وبالتالي الناتج سيطلع معكم يطلع الناتج 133 درجة تقريبا 133 درجة يعني بهذا الشكل 133 درجة أنا أجيب الزاوية B تحب أن نستخدم أي قانون لكم الحرية طبعا فنقول قياس الزاوية B سيصير هو عبارة cosine inverse نفتح للكسر هيصير B تربيع ناقص A تربيع ناقص C تربيع على سالب 2 A C وبالتالي سيكون هذا يساوي cosine inverse نفتح كسر B هي عبارة عن 8 تربيع ناقص 5 تربيع ناقص 12 تربيع على سالب 2 في 5 في 12 بهذا الشكل نفتح الكسر 8 تربيع ناقص 5 تربيع ناقص 12 تربيع على سالب 2 ضرب 5 ضرب 8 بهذا الشكل وقفل القوس بهذا الشكل وبالتالي سيطلع معي الجواب كم تطلع الزاوية المهدرة shift cosine نفتح الكسر نقول 8 تربيع ناقص 5 تربيع ناقص 12 تربيع على سالب 2 ضرب 5 ضرب 12 ضغط وزر به خلط أو نسيت شيء سيطلع الجواب 29 درجة سيطلع الجواب 29 درجة تقريبا ونقول الزاوية بها تقريبا 29 درجة وبإمكانك الآن تجيب الزاوية C من خلال قانون مجموعة زوايا المثالة تقوم 180 ناقص 133 زايد 29 نقف القوس وبالتالي 180 اطرح منها 180 اطرح منها 20 و30 هذه 50 يبقى لك 30 واطرح منها 12 يبقى لك 18 درجة فقط للزاوية A بهذا الشكل نختم بسؤال متعلق بإختبار التحصيلي أيضا طبعا هنا ممنوع استخدام الآلة الحاسوب وإختبار التحصيلي فالمفترض أن نجيب الإجابة يعني بإنفسنا قال لك ما هو كوساين البي من الشكل كوساين البي فنقول أن كوساين البي إذا ما يريد أن تجيب الإنبرس يريد كوساين البي فإحنا قلنا دائما يساوي بي تربية ناقصا A تربية ناقصا C تربية على سالب 2 A C نحسب هالمقدار بي تربية اللي هو ضلع اللي يقابل البي 11 تربية ناقصا 8 تربية ناقصا 5 تربية على سالب 2 في 5 في 8 أو 8 في 5 طبعا 11 تربية هذه 121 ناقصا 25 على 8 في 5 40 في سالب 2 سالب 80 لهذا الشكل سالب 80 فالحيب يقول 121 نقص منها 60 20 هذه 80 121 نقص منها 80 يصير 41 41 نقص منه 9 أيضا اللي هي الأربعة والخمسة فبالتالي سيصير جواب 32 32 32 على سالب 80 وبالتالي الجواب الصحيح يعني يمكن تطلع السالب برأس سالب 32 على 80 شوفوا ماحتجنا الآلة الحاسبة في حل هذا السؤال وإنما ظهرت معنا الإجابة باستخدام قانون جيب تمام لماذا استخدمت قانون جيب تمام ما استخدمت قانون الجيب مثلا أو كذا لأن طلب مني الكوساين يعني جيب تمام والشيء الثاني لأن أعطاني أطوال الأضلاء الثلاثة فما عندي أصلا الحل أمامي إلا أن يوجد إلا أن يوجد الناتج باستخدام قانون جيب تمام وبذلك أن نكون بحمد الله وصلنا إلى نهاية المطاف في درس اليوم أتمنى أنكم تكونون وستمتعتم في هذا الدرس وستفدتم أخذنا حالتين مهمتين في استخدام قانون جيب تمام وفي الدرس القادم أو في الحلقة القادمة سنأخذ أيضا أمثلة من واقع على الحياة وأتمنى لكم دائما الفائدة ومتعة معنا في قناتكم ومفضل قناة أين نلقاكم على خير في الدرس القادم في أمان الله